المشكلة ان احنا بقبل المنظومة بدءا من الوزارة على هذا الجهد الجهيد اللي بيمسله مع الوزير لكن الكل حين تنتقد حتى لو في الاذن يعني بنجي له حالة وكأنه صدم فيك يعني احنا كنا من الناس القريبين جدا وكذا وكان لينا ملاحظات مرة كان هيتعاملوا مشروع الالف ده لأينا اللي هيدروه اربعصة مصرة الحياة الوزير فورا لغى كل حالة لكن مع استمرار ده ومع بعض محاولة وضع النقط على الحروف ان انت تقول مثلا يا سيدي الوزير اذا خشيت التدخل حكومي وهذا حقيقي اذا كان على قل تصريحتك ما تبقاش الموضوع عدة فتلاقي نفسك بقيت بره الاطار ليه انت كده مش واخد بالك ان انا بات اهم نقطة نبدأ منها الاسرار على وضع النظام معلش ما احترام القانون الرياضة القانون الرياضة ده في كل العالم معمول علشان حقوق الدولة ان دستورة هو اللي يطبق في الجريمة ومش عارف ايه وايه لكن ان تضع امامك كتلة من الاتحادات العالمية وما تختارش كل اللي معمول يعمل ما عدا ما يخالف الشارع والدين وكذا وقد فعلها اهلينا في كأس العالم وكل العالم كراد اللي هي العداد التقاليد احنا هنعمل عصير قصب مش خمور احنا مش هنعمل عندنا مراهنات رغم من مراهنات مكتاحة دوريات المصرية ونعلن يوميا وبرضو لا مجيب هو ده الحل السهل ومع ذلك فضوا بقى مشروع اللي قالوا لأستاذ ايمن بتاع انتشار اللعبة هاتوا الخبراء الموجودين اللي زك كابتن فتح نصير وغيره بس مش همه اللي يشتغلوا عشان نعمل كوادر هات ايمن الرماضي وهات بدر رجب واخرين كابتعالي خليل يا جماعة كابتعالي خليل شيخ طريقة في الخليل صحيح هاتوا دول بقى يعملوا خواعد مش تقول لي مشروع نكني بيكشن بيكشن انا ما قال انا كله بيكتب فونديشن ويجاب لك طب واحد قسباني بيجي يقعد اسبوع هنا ويصفروك العل على حسابهم في الصيف فين المنتج مفيش مصر التي يمثلها رئيس بكل المشاكل لكن بيطلع اقول اه وهنحاول وهنحل انتوا كمان كونوا على قدرها رغم انكم بتبذلوا جهد وانحاول شهر رغم ان بيبذل شهد